وكان هذا له مردود رائع جداً عند الجماهير إنها تفرغت لفرقتها حتى في الوقت اللي خشينا فيها أستاذ إبراهيم إن يحصل نوع من ردة الفعل إذا ما حصل في المباراة بتاعة الزمالك والترجي وإزاي في بعض التشيرتات اترفعت كنا خايفين إن تعمل نوع من أنواع الاحتقان وإذا بالجمهور يفاجئنا إنه يتحول إلى الدبلوماسية العبقرية إنك إنت لما تستقبل الإساءة تمتصها وتحتويها وتعلو فوقها بمزيد من الإحساد اللقطة بتاعت أبو أدهم اللي الناس كانت بتقول لك يعني إحنا تعطفنا معاك وإنت تنشر هذه اللقطة الموسيقى اللي بتجرح شعور جماهير الأهلي هذا العبقاري اللي عايز بس يا رب يتواصل معايا بأي طريقة عشان إهنيه العمل تي شيرت عليه صورة أدهم الكيكي أدهم الكيكي يا جماعة مشجع زمالكاو الطفل كان رايح مع والده إحدى مباريات الزمالك تعرض لحادث طريق وتوفاه الله النادي الأهلي وقتها حرص على مشطرة والد أدهم الكيكي الأستاذ مسعد الكيكي هو من ضميات شطر التعزية وأيضا أدم له واجب العزاء لعبتي النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي حتى الكابتن محمود الخطيب ساعتها حرص على الاتصال بوالد أدهم وتعزيته لقي كل هذا الاحتضان وكل هذه المواساة في هذا المصاب الرياضي الحقيقة فالمهاندس عدي شاف أنه الامبارح بقى أو أول امبارح في مباراة الأهلي جمهور الأهلي يشيل صورة أدهم الكيكي ويقوله في الجنة ترحما عليه لا تردا على أي صورة سلبية تانية دي هي عبقرية موجة الأزمات أيو مين العبقاري اللي فكر في الفكرة البسيطة دي اللي ممكن نبني عليها مستقبل مهم جدا للتشجيع ونسترد الجماهير تاني وحماميتها مع بعضها ومفهومها الرياضي السليم رفو عليك لقطة إيجابية 100% لازم نبني عليها ولازم في لقطة تانية برضو ما أنا جايلك تبقى في لقطة تانية تليها في الأهمية البنات اللي راحوا تكبادوا مشقت اني روحوا شجعوا نادي الأهلي فيه مدرجات الأهلي فوس مشى جيع الأهلي ولبسين في نيلة الزمالك ويلقوا الترقيب ومسكين عالم الأهلي يا جماعة إحنا فين من الجماهير دي هنا وهنا إحنا فين من الجماهير دي هي دي الجماهير وأنا بقول الجمهور ده هو ده بقى اللي يقول ايه أنا الجمهور وأنا اللي تعملي وتسويلي وأنا اللي تشيل همي مش الجمهور اللي عايز يتدخل في شغلك ويحاولك إلى موظف عنده تتلقى التعليمات وإلا يغضب عليك وبتاع هذا الجمهور هو ده هو ده بقى اللعب رقم واحد الجمهور اللي بيدي رسائل إيجابية الجمهور اللي بيستوعب بعض وجمهور اللي بيعيد الوقام إلى أسرة كرة القدم الجمهور اللي بيوئد فتنة أن حد يخترق هذا الجماهير عشان أخدها في سيكة تانية غير الرياضة صحيح والنهاردة لما تحط هذا الكلام كله مع الرسالة التي وجهها معلش هتقولي حقراها بعد إذنك بتاعت يورجين كلاب اتفضل بس أنا كنت عايز برضو أشير في نفس السياق بتاع المباراة كمل وعداها إلى أنه النادي الأهلي كما شكر وزارة الداخلية ووزيرها اللواء محمود توفي أيضا وجه شكر وبخطاب تقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ما قدمه من دعم ومساندة للآهلي في هذه المباراة وجهود كبيرة بزالها الدكتور أشرف صبحي لنقل المباراة أو المساعدة في نقل المباراة إلى أستاذ القائرة وزيادة الأعداد المسموح بيها ثم خضور الوزير المباراة أيضا من المأصورة الرئيسية مع مجلس إدارة النادي الأهلي فوجه النادي الأهلي خطاب كل شكر وتقدير واحترام للدكتور أشرف صبحي كمان تقديرا وتثمينا للصورة الرائعة التي تتكلم عليها وعلى التأثير الرائع جدا لحضور الجماهير مجلس إدارة النادي الأهلي وجه خطابه إلى جماهير النادي الأهلي إلى اللاعب رقم واحد في المباراة التي كان له تأثير وأكد النادي الأهلي من خلال مجلس إداراته برئاسة كابتن محمود الخطيب على الدر الرائع والدعم من جانب جماهيرنا الوفية لفريقها في اللقاء سانداونز وأكد أن الالتزام والتعاون من جانب الجماهير مع كل الجهات القائمة على تنظيم هذه المباراة وفي مقدمتها رجال الشرطة كان له الدر الأكبر في الصورة الرائعة التي شاهدها أستاذ القائرة وكان هناك تناغم وتفاعل من الجانبين وحرص كامل على المصلحة العامة وتوفير كل الدعم لفريق الأهلي في المباراة شدد النادي الأهلي في خطابه أو في خطابه المفتوح لجماهيره على أن هذا ليس بجديد على جماهير الأهلي التي دائما ما تضرب المثل في الالتزام والانضباط السلوكي كعادتها والتي دائما ما تكسب الرهان في انحيازها لمصلحة نديها وبلادها خاصة أن رجال الشرطة كانوا في قمة تعاونهم مع كل العناصر الأمر الذي جعل المباراة تخرج بالصورة التي تليق بالأهلي وجماهيره الوفية وجهات التنظيم جميعها التي لم تتدخر جهدا طوال الوقت للمسندة والمساهمة في الصورة المشرفة لكل شيء خاص بالمباراة ومن هنا لدم أن يوجه مجلس دارة النادي الأهلي شكر وتحييته لجماهيره شوف ده بيدعم الكلام اللي أنا قلته وده بيأكد على حاجة تانية أن الموضوع كان بسيط قوي أن كل التوتر اللي عشناها سنين ده كان سببه حاجة واحدة الارتيام كل طرف مرتب من الطرف الآخر لما اللي اتنين شالوا هذا الموضوع من النص أو كل العناصر بقى أنا مش عايز بقى يبقى أمن وجماهير ومجالس إدارات وأعلام ومنافسين لما كل واحد قام بدوره ما تيجي ما تيجي نبني على اللقطة دي ما تيجي نفهم الدرس ده ما تيجي نقول للجماهيرنا شكرا بس كملوا كده ما تيجي نقرأ اللي قاله يورجين كلاب عشان نعرف فيها كورة القدم عمولة ليه الموضوع بسيط جدا يا جماعة الراجل ده وهو يتوج بأحسن مدرب على مستوى العالم وانت حضف لنا على بعض ملامح شخصيته وبعد ما تكلم اللي انت فاجيتين بيها قبل ما قال لي ايه يورجين كلاب كلام كل كلمة لازم نتوقف أمامها مدرب ليفربول مدرب أحسن فريق في العالم دلوقتي بالزبط بطل أوروبا السنة اللي فاتت متصدر الدوري نقدر نقول عليه بطل الدوري السنة دي لم يلقى هزيمة في حاجة عشر مباراة غير أمس اي اشتركوا في القناة